موسيقى الرئيس النمساوي السابق يصف التصويت ضد وقف الحرب في غزة بالخاطئ رئيس حزب الحرية اليميني يصف نفسه بمستشار الشعب النمسا توافق على انضمام رومانيا وبلغاريا جزئياً لمنطقة شنغن وزارة الصحة توقف بطاقات التأمين الصحي بدون صورة كمسمائة وسبعون الف شخص في النمسا يعيشون في وحدة تامة شرطة الاجانب تعتقل شاباً تركي اثناء حفل زفافه لترحيله مرحباً بكم مشاهدين في نشرة الاخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم انتقد الرئيس النمساوي السابق هينز فشر الحكومة الحالية لعدم دعمها قرار الامم المتحدة بوقف الحرب في قطاع غزة ووصف فشر الموقف بانه خاطئ مؤشيراً الى تجاهل الحكومة دعوى القرار لانهاء القتال واتخاذ اجراءات انسانية واعرب فشر عن تضامنه مع قرار الامم المتحدة حيال الوضع الكارثي في غزة مؤكداً تأييده لتقارير مفوض حقوق الانسان النمساوي فولكر تورك الذي اعرب عن قلقه من العمليات الاسرائيلية في غزة اعتبر رئيس حزب الاحرار هيربرت كيكل نفسه مستشار الشعب وذلك في المؤتمر الشعبي للحزب في جراتس يوم السبت وفي سنة الانتخابات السوبر يتصدر حزب الحرية الشعبوي اليمني في استطلاعات الرأي بما تسعى المعارضة لكسب المزيد من الاصوات في هذه الانتخابات الحاسمة ويعمل كيكل على الجمع بين دور المعلم الكبير والبطل الشعبي حيث يتبنى موقفا صارما تجاه المهاجرين غير المندمجين مؤكدا دعمه لطرد وإلغاء جنسياتهم حصلت رومانيا وبلغاريا على الموافقة للانضمام جزئيا لمنطقة شنغن الأوروبية للتنقل الحر جوا وبحرا بعد انتظار دام عشر سنوات ومع ذلك تبقى أو تبقى بعض القيود قائمة حيث أعلنت الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي أنه اعتبارا من نهاية مارس سيتم ضم رومانيا وبلغاريا جوا وبحرا إلى منطقة شنغن بشكل جزئي رغم الدعم الأوروبي فقد استخدمت النمسا حقا نقض ضد انضمامهم بسبب قلقها من ضعف إجراءات حماية الحدود ومن المتوقع أن تتفق الدول الثلاث لاحقا على إنهاء قيود الحدود البرية أعلنت وزارة الصحة عن انتهاء صلاحية بطاقات التأمين الصحي في النمسا إي كارد التي لا تحمل صورة باستثناء الأطفال دون الأربعة عشر عاما والمسنين من السبعين بدأ الإجراء من بعد الخامس عشر من يناير عام الفين وثلاثة وعشرين حيث تم إصدار بطاقات إي كارد الجديدة مع صورة منذ الفين وعشرين حيث استفاد معظم المؤمن عليهم صحيا في النمسا من هذا التحديث دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء من جانبهم وتشير وزارة الصحة إلى أنه يوجد حوالي أربعة وثمانين ألف شخص بعد في الانتظار لم يوفر صوراً لهم للسلطات مؤكدة على وجود فترة انتقالية لمدة مئة وخمسين يوماً أظهرت دراسة أجراها معهد صورة بالتعاون مع كاريتس في فيين أن هناك خمسمائة وسبعين ألف شخص في النمسا يعانون من الوحدة وفقاً لمدير كاريتس كلاوس فيرتنر يزداد الشعور بالوحدة بسبب الجائحة والتكاليف المرتفعة حيث يقول 17% من الأفراد المشمولين بالدراسة أنهم قللوا من الاتصالات الاجتماعية بسبب ارتفاع التكاليف ولذلك أطلق مشروع شبكة الدردشة الذي يقدم الدعم للأشخاص الذين يشعرون بالوحدة حيث شهد أكثر من 41 ألف مكالمة العام الماضي من خلال أربعة آلاف متطوع اعتقلت شرطة الأجانب في النمسا السفلة شاباً تركياً أثناء عقد قرانه في مكتب الزواج في بلدة باد فوسلاو وذلك بسبب مخالفته لقانون الإقامة وتم اقتياده قبل توقيع عقد الزواج إلى الحجز الاحتياطي لترحيله إلى تركيا وأصيبت العروس بصدمة وتم إسعافها للمستشفى كانت محكمة اللجوء قد رفضت طلب لجوء العريس قبل عشرة أيام فقط من الزفاف على الرغم من أنه كان من المفترض أن يحق له الإقامة بشكل قانوني بعد الزواج وأقام المحامي غريغور كلامر بتقديم شكوى إلى المحكمة واصفاً التصرف بأنه وحشي كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم لمزيداً من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفو جرات على هواتفكم كنت معكم أنا قتيب اللحام أمسيا سعيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر